بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنتمنى الجميع يكون بس وباخر وعلى خير فيديو جديد وهذا بعيد تماما على محتوى القناة كنتمنى تتبع معي الفيديو حتى الاخر الذي لا تشترك شيئا معي في القناة يشترك معي في القناة وشكرا لجميع فيديو اليوم على خبز الضار كما تعرفون نحن في الحجر الصحي لا يمكننا أن نخرجه بساعة لكي نشرب الخبز كما المعتاد ولهذا قررت نعجن في الضار نعجن خبز صحي رغم أني أول مرة نعجن و لا يوجد شيئا خبز لهذا اتصلت بالوالدة عبر الهاتف ابل فيديو و تم اخذت تعليمات خطوة 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 تكملت و صراحة كان يحسبني العجن شيئا صعيبة مني عجنت اليوم لم أجدني شيئا صعيبة لأنني عجنت بدون ذلك يعني غير خلط طحين صفر يعني طحين صفر و من طحين أبيض و الخميرة و الملح و المأدافئ خلطتهم جيدا و غطيتهم بواحد بلاستيك سلوفان و خليتهم حتى اختامروا واحد نص ساعة و رجعتهم و قيتهم بحلة عجنبو حدهم ثم بدأت كنع صافي ثم عملتهم كويرة صغيرين خليتهم اختامروا واحد شوية او ثاني رجعتهم قررتهم او ثاني خليتهم حتى خمروا و دخلتهم فران خليتهم من فوق شوية مني شدوا فراثهم نزلتهم فران تحت و خليتهم حتى تحمرهم جيدا و قلبتهم صافي و خرجتهم مشكلة الخطأ اللي عملت هو انني عملت العجين كثير كان عليها مرة للاولا نعجين غير دكن سكيلو و ما نعجين شي بزاف انا عجلت بزاف لها دكترة لدي العجينة في يدي شوفت عيت و انا نطيب واحد ثلاثات الخبزة طيبتهم في المقلع يعني خبز مقلع تواقي عجبني و طيبت الشي الباقي في الفران و انتم ما كيفما تشوفون النتيجة نتمنى اللي عمره معجن يعني عمل بحالي و عجن خاصة نحن في الحجر الصحي من الاحسن عجن الخبزة كيفما جاءت في طيرا تأتي عوجة تأتي مقادة تأتي خفيفة يعني تأتي كيفما جاءت كيفما جاءت كيفما جاءت كيفما جاءت كيفما جاءت نحن نشير يمكننا سماع الخبز وقتنا كيفما جاءت كل نحن نقلب اليوم من هذه الفرانة يعني كيفما جاءت نقلب خبز كل نهار جديد ولهذا لم يكن احببا الخبز صراحة و خبز الباندريا لا تستطيع التأكل الخبز من نص نص كيفما جاءت اما خبز دار و خيبات سخن في فران او مقلأ يبقى لكيومين و تستطيع تأكله لأن هذه العجينة و تحبت عليها و طيب تفضر و عرو